التهديدات التي سبق للحوثيين أن أطلقوها بشأن سلامة الملاحة الدولية وتبعهم في ذلك الانقلابيون باتت حقيقة ملموسة الآن بعد الإعلان عن تعرض سفينة بريطانية لعمل إرهابي في خليج عدن وزير الإعلام اليمني قال إن ذلك من التبعات الخطيرة لإعلان المجلس الانتقال الجنوبي ما سمي بالإدارة الذاتية مؤكدا تأثير هذا الإعلان على توسع الأنشطة الإرهابية في السواحل الجنوبية اليمنية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشي الحوثي محذرا من استمرار الأنشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجار العالمية مصدر بقوات خفر السواحل اليمنية قال لوسال الإعلام إن المجلس الانتقالي صادر 32 زورقا بينها زورقان عملاقاني واثنى عشر زورقا جديدا لم تدخل الخدمة كما سيطرت مليشي المجلس الانتقالي على معهد ومعسكر تدريبي لقوات خفر السواحل ومنعتها من ممارسة مهامها في ميناء المعلى والحاويات بمدينة عدن بالإضافة لمصادرة عشرين حاوية تضم قطع غيار ومعدات تدريب ومحركات احتياطية لزوارخ قوات خفر السواحل تحول الموضوع إلى سجال بين ناطق التحالف والقياد في المجلس الانتقالي هاني بن بريك الذي اتهم الحكومة الشرعية بدعم التهريب والعمليات الإرهابية مطالبا التحالف بالتنسيق مع المجلس المدعوم من الإمارات وبعيدا عن الجهة التي نفذت الهجوم على السفينة البريطانية فإن السؤال الآن يدور حول الموقف الدولي من تطورات الأزمة اليمنية وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع التهديدات الناجمة عن تآكل سيطرة الدولة اليمنية على سواحلها